اهلا بحضراتكم في هذه التقطية العجلة امرت انيابة العامة بحبس سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة على زم التحقيقات حادث اصطدام القطار حيث اخترت انيابة العامة مساء امس الثلاثاء بوقو حادث اصطدام قطار الرقاب رقم 557 على 3027 في محطة اليوب المحطة الذي كان قادما من محطة شبراء الى محطة منوف مما اصفر عن وفاة 4 واصابة 23 من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الاولى من القطار وامر النائب العام بتشكيل فريق موسع للتحقيق في الواقع والذي انتقل على الفور الى موقع الحادث لمعينته فوقف على تصور لوقوع الحادث وهو استضام القطار بحاجز هرساني بالمحطة يقع نهاية القطبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف القطبان المجاورة له ليحول مصاره إليه ويستكمل مسيره لكنه تجاوز سمافورين على رصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاستضام بالحاجز كان مغلقين ومضاءين بلون الأحمر مما يعني ضرورة التوقف لكن القطار تجاوزهم في سرعة زائدة واستضم بالحاجز نوافة 4 من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الاولى من القطار و23 آخرين داخل العربة كما تحفظت إنيابة العامة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلي في مسير القطار ATC لفحصهم وانتقلت إنيابة العامة لمناظرة جسامين المتوفين الأربعة وسؤال 8 من المصابين مدينة تواترت شهادتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور القطار بجوار وعاقب تجاوزهم محطة القطار شبران إزهيئة لبعضهم تسابقهما وسألت إنيابة العامة مسؤول مراجعة تنفيذ دائحة سلام التشغيل للسكة الحديد وقرر أنه بفحص لوحة التشغيل الخاصة بالقطارات لمحطة اليوب لاحظ أن سائق القطار تغافل عن الإشارات الضوئية للسيمافورين المشار إليهما والخاصين بتهدئة سرعة القطار وتوقفه قبل نقطة الحادث فصلوا جهاز المكابح والتحكم الآلي في القطار ATC وتجاوزه بالسرعة المحددة والمسموح بها مما حال دون تمكنه من إيقاف القطار لأدى لتصطدامه بالحاجز الخارساني أنه كان يتعين عليه التوقف في محطة اليوب والانتظار رحيم مغادرة القطار الذي كان متوقفا بالقطبان الموازية ليحول مساره إليه ويسلك مسار طبيعيا إلى المدينة منوف وحال مسؤوليه وقوع الحادث إلى سائق القطار والخطأ الذي صدر منه كما سألت أنيابة العامة محصل تذاكر القطار فقرر أنه لاحظ قبل الدخول إلى المحطة محل الحادث زيادة سرعة القطار عن المعتاد عليه لما أدى لتجاوز سائق القطار في مفور المحطة وصدامه بالحاجز الخارساني وأيد مسؤول مراجعة تنفيذ دائحة سلامة تشغيل السكة الحديد لما كان يتعين على السائق فعله وأنه المتسبب في الحادث بخطأه أيضا سألت النيابة العامة كذلك كل من مراقب برج محطة القطار اليوب وملاحظ التحويلة والقائم بأعمال نظر المحطة وفني حركة البرج ومراقب فني آخر الذين أجمعوا على قيادة سائق القطار بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانونا أثناء إقباله على المحطة محل الحادث مما أصفر عمقه هذا وقد استجابت النيابة العامة مساعد القطار فقرر أن جهاز الـ ATC قد فصلوا السائق لعطل فيه لحين وصولوا لمحطة قطار اليوب باعتبارها المحطة الأولى المقرر لهم التوقف فيها خلال رحلتهم طلب الدعم لإصلاحه مؤكدا أن سائق القطار كان يسير بسرعة أزيد من قرار قانونا التي قربت 80 كم في الساعة واستجوبت النيابة العامة سائق القطار فقرر أنه أثناء توقفه محطة شبرة أرخيمة فصل جهاز ATC بالقطار لعطل أصابه كي يتمكن من السير به حتى يستدعي أحد لسيانته بمحطة اليوب محل الحادث وأحال سب عدم توقفه قبل دكول ترك المحطة إلى ضعف حالة مكابح القطار والتي حاول استخدامها لإيقافه دون جدوى فاصطدم لذلك بالخاجز الخرساني مقرم بإمكانية تفادي وقوع الحادث إذا ما كان يسير بسرعة أقل مما كان عليهم وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس سائق القطار أربعة أيام احتياطيا على دمة التحقيقات وحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية لحين ورود تحريات الشرطة فقد انتببت النيابة العامة لجنة من مختصين قانونا للانتقال لمكان الحادث لفحص القطار وبيان مدى صلاحيته وصلاحية أجهزة التشغيل والسلام الخاصة به ومعاينة محل الواقعة بيانا لأسباب وكيفية وصول القطار إلى الحاجز الخرساني واستضمه به ومن ثم وقوع الحادث وتحديد المسؤول عنه ومدى اتباع سائر الموظفين والمسؤولين بالسكة الحديدية للتعليمات واللواقح المنظمة للتشغيل من عدمه وأيضا بيان أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وسندها إن وجدت أجار استكمال التحقيقات بسؤال سائر مسؤولين للهيئة القومية لسجاك حديد مصر وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بسائق الخطار وسائر الموظفين المتخفز عليها معرفة الإدارة وعامة لتكنولوجيا المعلومات للوقوف على مقدة تحويه من أدلة رقمية تفيد في كشف الحقيقة فضلا عن فحص سجلات من الحدثات المجرى بينهم يوم الحادث دا كان قرار أن يبى بحبس سائق قطار أربع أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وحجز مساعد وباقي موظفي السكة الحلدية لحين ورود تحريات الشرطة نشكركم شكرا جزيلا على حزن المتابعة وإلى اللقاء